أحمد خليني أبدأ معاك الأولي ونكلم عن موضوع تأجيل الكأس الأمم الإفريقية من 23 يناير فبراير 23 إلى يناير فبراير 24 طبعاً الكاف طلع القرار ده الناس برضه عشان تكون فاهمين أن الكأس الأمم بدلاً ما كان هيقام في يناير 23 هيقام في 20-24 وده أنا شايف أن ده بصراحة كابتن إسلام ده إنقاذ للكرى المصرية هتقول لي إزاي إنقاذ للكرى المصرية هتبقى زي الساعة وحشب السنة اللي بس بدل الصيف مش بدل الصيف بس ده إنقاذ بقى ليه أنا وجهة نظري وجهة نظري إن في إقتراح لازم اتحاد الكورة يفكر فيه اتحاد الكورة إحنا الوقت عندنا مشكلة إن فيه زي ما إحنا شايفين في إرهاق بدني لعبة بتلعب مطشط كتير فأنا وجهة نظري يعني إن مفروض يكون الموسم الجاي أنت عندك الدوري 18 فرق الهبوط فيه يكون خمس فرق بدل ثلاثة مفروض اتحاد الكورة يعلن في الفترة دي من وجهة نظري إن السنة الجاية ينزل خمس فرق ليه أنت لما بينزل ثلاثة طبعا وحيسعد ثلاثة لما ينزل خمسة ويسعد ثلاثة الدوري بدل لما يبقى 18 فرق هيبقى 16 فرق كل فرق هتلعب 15 مباراة و15 مباراة بتلاتين أسبوع يبقى أنت وفارت أربع أسابية طب ده ليه يعني ده إحنا مفروض يتطبق ليه من وجهة نظري أو إنقاذ للكورة المصرية ليه أول حاجة أنت ما عندكش كاس أمم أفريقية تاني حاجة النادي الأهلي مش حيلعب السنة دي كاس عالم للأندية ولا حيلعب سوبر أفريقي ولا منتخب مصر مشارك في كاس العالم يعني أنت عندك كل السبل أن أنت تحط دوري يبدأ مثلا من شهر عشرة من شهر تسعة من نص شهر تسعة وينتهي في شهر ستة أو سبعة وينه ستة أو سبعة خمسة ممكن أو خمسة من السنة اللي بعدها بقى أنا عايز الدوري يبقى إيه؟ يبقى 16 فرقة نبدأ بقى زي الدوري الإنجليزي ونرجع زي زمان أولا كل الفرقة هتعمل معسكر إعداد مدرب منتخب مصر نفسه هياخد فترات راحة يقدر يعمل معسكرات إعداد ويقدر يهيئ للعيبة لأنها واخد راحة ويقدر زي زمان يكون فيه بصراحة يا كابتن إسلام فيه فرق يعني مع احترامي فيه فرق بتحس إن هي مشاركتها مجرد بتشارك وخلاص مفروض يكون فيه تخطيط من اتحاد الكورة بدلا من الناس بتطلع تتكلم أنا عايز أقلل عدد الأفارقة لتلاتة بدل خمسة يا جماعة الكلام ده مش دال مش دال اللي هيصلح الكورة المصرية اللي هيصلح الكورة المصرية إن أنا مما بلعب بدل 18 فرقة أخليهم 16 فرقة أرجعهم زي زمان لو إحنا تزنقنا في موسم 2011 عشان حصل أحداث معينة وبتاع فبقائنا 18 فرقة طب ما نرجع عملها بقى ولازم يكون فيه إعلان رسمي لكل الأندية عشان الأندية كلها الدعم الصفقات يبقوا عارفيني إنه هينزل خمسة ما يرجعش يبقى فيه حاجة يقولك أصلا لا أصلا مش عارف إيه لا يكون فيه بداية عشان بعد كده الموسم اللي بعده من وجهة نظري نبدأ في شهر تمانية وننهي في شهر خمسة زي الدولة الإنجليزية يبقى كل الفرق استفادت كل اللعيبة استفادت منتخب مصر نفسه استفادت دي وجهة نظري كابتان إسلا